معنا أستاذ عيسى دعنا نبدأ بعمليات التراجع الجماعية التي كنا قد شهدناها في جلسة اليوم للسوق المصري هل وصلنا برأيك إلى أوفر فاليو اليوم بالسوق يعني عم نشوف مكررات الربحية التي وصل إليها السوق المصري الآن عند 21 مرة كيف ترى الجلسة اليوم هل هي عمليات تصحيحية أم هي فقط عمليات جاني أرباح وسنعاود الصعود من جديد يعني عندما ننظر إلى الجلسة لازم نقرنها بجلسة الأمس التي حصلت في حدثها الصعود تاريخي للبورصة منذ ست سنوات ويمكن النهاردة انتهت برضو لأنها فوق 8600 نقطة بالنسبة للمؤشر الرئيسي 30 دايما في فترات الصعود الكبيرة زي اللي حصلت بالأمس تبقى فيه فجرية تبقى محتاجة ملء فعشان تتبقى لازم تحصل عمليات جاني أرباح عشان يحصل نوع من الاستقرار من متوسطة الأسعار وده اللي شفناه في جلسة اليوم لكن في بداية الجلسة كان الهبوط أقوى مما انتهت إليه الجلسة بحيث النهاردة بعد ما كنا تجاوزنا الواحد في المية انتهينا إلى أقل من أربعة من عشرة في المية بالنسبة للمؤشر الرئيسي وأعتقد نص نقطة مقوية بالنسبة للمؤشر السبعيني مما ينبق بأن ممكن أن نستعيد اتجاهه في جلسة الغد لو بدنا الخارج استقامته لجلسة الغد برضو جاي ما احنا شايفين أحجام التداول بدأت تتحسن بشكل كبير وخصوصا بعد انتهاء التصويت في المصريين في الخارج شوفنا بالقبس أكتر من مليار ومئتين مليون جنيه النهاردة يعني نقترب من تسعمائة مليون جنيه ممكن نقول برضو أنه في لحظات الهبوط اللي بالنوعية دي لما التداول يقل عن الجلسة السابقة ده برضو أحيانا بيبقى مؤشر إيجابي أو مؤشر جيد مما يعني أنه هناك من هو غير متعجل في أن يبيع أوراقه في الوقت الحالي خاصة أن احنا في الوقت الحالي البورصة بتمر برضو بظروف سياسية فيها قدر كبير من الإثارة مقبلة على الانتخابات الرئاسية الأمر اللي يجعل مسألة من مضاعفات الربحية أو مكررات الربحية فوق العشرين أو خلافه أمر يجب أن احنا ما نتعاملش معاه بذاته كده لأن مكرر الربحية إذا قرن بمعدلات النمو المتوقعة في الفترات اللي جاية ممكن لو عملناه ما يسمى بالPEG أو PE ratio جوثر جروث ريت ممكن نجد أن الأسعار برضو مازالت قابلة للصعود إذا كانت معدلات النمو ممكن تكون كبيرة وشوفنا أسهم رئيسية موجودة في السوق حققت ارتفاعات جايدة في الأرباح مثلا في الربح الأول هل سنرى عمليات تجميع الاستغلال من قبل المتدولين لهذه التراجعات تجميع على أسهم معينة نحن سلنا فترة عم نشوف استاذ عيسى القطاع العقاري الأسهم العقاري هي الأكثر نشاطا يمكن بالسوق كيف سترى عمليات التجميع خلال الأيام المقبلة بعد هذه التراجعات بتصور أن القطاع العقاري هيظل على حاله في التجميع والاحتفاظ والزيادة فيه طبعا مع مروره بعمليات جاني أرباح من قبل المضاربين أعتقد أن قطاع الخدمات المالية مرشح في الفترة اللي جاية في الظل الزخم اللي احنا هنشوفه فيه اكتتابات وطرحات خصوصا بعد الانتخابات الرئيسية هيبقى فيه استقرار أكبر أعتقد أن قطاع الخدمات المالية أيضا هيبقى من القطاعات اللي وعيدة جدا الفترة اللي جاية القطاع البنكي برضو أو المصرفي أعتقد أنه مازال يحقق أداء جيد ومتنامي على عكس حتى التوقعات اللي كانت في بداية هذا العام نظرا لانخفاض العوائد على أزون الخزانة خاصة أنه هتبقى مجالات تمويل استثمارات هتتسع الفترة اللي جاية وخصوصا في المشروعات المتوسطة والصغيرة أعتقد أنها والتمويل العقاري أيضا هينشط فأعتقد أنه خدمات المالية قطاع مصرفي إلى جانب القطاع العقاري أعتقد أنهما هيكونوا في بؤرة اهتمام المستثمرين الفترة اللي جاية اليوم عم نسمع عن سبق التي سينتهي عملية الاكتتاب يوم غد أستاذ عيسى على حدود المليونين وخمسمائة ألف سهم تم طرحة حصلت على قرد حسن بثلاثين مليون جنيه من كبار مساهميها سيكون هذا القرد بدون فوائد كيف تنظر إلى هذا القرد الذي حصلت عليه أولا سبق وما هو توقعاتك أيضا لعملية تغطية الاكتتاب على سبق للأدوية هل سنرى نفس الدخول القوي كما شهدته العربية للإسمنت يعني هو القرد لسه لم يعطى للشركة لأنه مرتبط جزء منه بحصيلة الاكتتاب يعني حصيلة الاكتاب اللي هيبيعوها هتخش بعد كده فلسه ما نقدرش نقول إن القرد الحسن للشركة لكن هو ده في خطة المساهمين في الشركة إنه الحصيلة هيدخلوها جوه الشركة وأعتقد إن هذا الخبر بيعلن دلوقتي البغارة طمقانة المستثمرين إنها ليست عملية تخارج وإن كانت هتستخدم في تمويل زيادة رأس المال بعد ذلك بحيث باع السهم بتمانية جنيه هيقدر يخشوا بعد كده باتنين جنيه فبالتالي هيب عنده أفره وده مساهمة حادث مدة قصوى لاسترداد هذا القرد خلالها هيكونوا عواضوا بزيادات رؤوس أموال في الشركة خلال هذه الفترة أما بالنسبة للاكتتاب هو كشركة داوة معروف إن قطاع الداوة قطاع دفاعي بطبيعة الحال أعتقد إنه لابد إن المستثمرين يقارنوا بما بنظائره من شركات الأدوية اللي بوجودة في القطاع شركات الأدوية عادة ما بيبقاش التداول عليها ضخم أو ما بلاحظه إن قطاع نشيط في التداول ممكن يكون قطاع بتاع income stocks يعني ناس بتعتمد على الديفيدنس والتوزيعات اللي بتأتي منها لكن فضوء نتائج أعمال الشركة لغاية 2013 أعتقد إنه أرباحها ما هيش كبيرة حوالي 14 خيرش بالنسبة للسهم يمكن هو بيعول على التوسعات التي ستتحقق خلال الفترة من 2014-2018 وإن كان اللي برضو مضاعف الربحية يعتبر مرتفع جدا على أرباح 2013 واصل ل57 مرة أعتقد إن المستثمرين محتاجين يقارنوا بين الوضع في الشركة والوضع في شركات الأدوية الأخرى حتى يبقوا وغدين قرار صائف هذا الأمر سيدة إيسا فتحي العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية كنت معي من القاهرة شكرا جزيلا